السلام عليكم اخوتي اخواتي كده يريل لبس عليكم انتم مناشراتكنوا باحسن الاحوال انتم ما كتشاهدوا هالفيديو هاد نهار فيديو في البادية لي كتعجبكم وما تنساوش اللي اعجبكم الفيديو فارتاجي واهم مع الاهل والاصدقاء والحباب ديالكم هاد نهار كان الجو مشمش وزين وصراحة هاد الفيديو كان عندي قديم وعدراني لقيت الوقت سباش ندلوا المونتاج هاد نهار هاد نهار هاد ينطيبوا في الفرينة كنا نطيبوا في الكانون في المجمر هاد نهار هاد نهار هاد ينجمع الحطب باش هاد ينطيبوا في الفرينة ولأول مرة هاد ينطيب فيها وصراحة منعفش نطيب فيها هاد يبا هو لي وريني كيفاش نطيبوا فيها هنا انا هاد ينجمع الحطب باش باك يكمل الخدمة في الفيرما التحس يجي يشعلنا الفرينة هنا هوى بيجا لكي يشعلنا الفرينة ونتمنى على الناس اللي بقي لهم وليديهم في الحياة اللي يطول في عمرهم واللي ماتوا اللي يرحمهم ويجدد عليهم الرحمات هنا سافي غادي يشعل الفرينة قاني جمعت له الحطب وذلك الرقيق باش يشعل به وذلك الغلية التهوى باش تقار النار شادم زيان هذا ما ليش دون نار ما دا كم يشعل نار يشعل النار كم يشعل النار كم يشعل النار هم يسكين فلنسل الرحمة يسكين واحد واحد وجين هم يشعر كم يشعر هم يشعروا النار يحضروا النار في أماكن يطع جهينتك وحليتات نحن نقوم بقشق قغي الجمر لدينا مشي جمالة طيبة هي تكون طابت طيبة وتشوفي عطيها 20 دقيقة وتشوفي وكسميتها من دير الحجارة للدخلة ولا يحكي؟ ألا بالعيل بيبان بالإمن ومني ما تحليش نريح تخطي وخش واه وهي ره مهمتر بحليلة هاس أفريكا سعى طبا خليك لي نعم دير هاب بلت شوية تفهم بلت حليتين بلوخوا ننفع الفرينة سوف ندخلها في الفرينة و نجعلها تتحمل النار و هنا نرى حساسة تدفع النار يبقى غير جمر سوف ندفع هذه الدجاجات سوف نحرك لحطة كاملة في الفرينة سوف ندفع الدجاجات بشكل طيب و هنا ضروري سوف نتبلع لها بشي حديدة لكي تحمل الفرينة مزيان قدرت شوية زيت الفرينة لا عليها قزب دول ملح حبك احنا صافي هنا ياد و قدخلنا الدجاجة الداخل و نضعها بها الحديدة و شوفوا اذا عندكم شئ شئ توب ولا شئ كاشا ما تحتاجوها دروري سوف ندفعوها كاملة هادو احنا نفخناهم و باش نغطيو الباب ديال الفرينة و خصنا ننفخوهم لحقا شئ لادرناهم منها شمين غلي يتحرقوا الفرينة راحات طايبة حامية هنا هاد الكاشا عندنا رقيقة نفخناها مزيان و بلعنا بها الباب ديال الفرينة و عدنا ثاني واحد الفجة من وراء الفرينة حتى هي باش كي يخرج الدخان من تمه حتى هي غادي ندلو لها واحد السربيتات تكون منفخها و نبلعوها ما خصش نفس مين تخرج باش هذه الدجاجة تطبيع خطرها و تجي محمرة و مره مره هادو التوب اللي درناه لها الكاشا مره مره نفخوها ما نخليوها شنشف باش ما تتحرقناش هاد يقى رشي هات عصر قال لكي تتليم هنا رشي و يالله هتربحي يالله حبو معده و احد غير ما رشيو ما تديني ساحجا صاف صاف اوبا مسكين جا من الخدمة دياله و دخل هادك جاجل دخل الطيب و قال لي مره مره و تقيت رشي و هنه يبغر نشوفو الدجاجة و اشطابت اه باقي لها واحد عشرة دقايق ولا و تطيب و تضيد تحمر واحد شوية و اللي نتقب لها بالموس و غادي نرضوها لدخل و نبلعو عليها كيف مبلعوها في الول نبلعو بالحديدة و هادو كلكاشا من فخوك و شين بلعو باش يولي في ساعة طيب هنه يا صاف اراني احلس عليها من بعد عشا ديالدقايق تبارك الله جات محمرة و طايبة بحل الزبدة هانتو ما كيما ركوا تشوفو محمرة و طايبة ما محروقة متى حاجة جات بحل اللي رح نطيبينها في الفران ديال القاز و هي تبارك الله طايبة على الحطب الريحة ديالها ببنينة قبل ما نضوقها و هانتو ما الغذات ديالي هدية الغذيوة ديالنا قدرنا الفلفل بالحار و الخبيزة و ديك الجاجة اللي طيبناها في الفرينة و السلاطة و الزيتون و كان هذا هو الغذة ديالنا من بعد مشيتنا و مرتخوية تمشينا شوية و دينا معنا الزريعة و قلسنا فوق واحد الكايس و بقنا ناكلوا الزريعة و ركوا عارفين احنا نشيخو شوية 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 منه شوية منه حتى تمست شمش و رجعنا للدار هنا يمي رجعنا للدار اخذكم غزان ثاني دارة المجمر ركوا عارفين مين جي البدية هادي هي القاعدة ديالي ما عندي جمع البوطة درنا هنية الفاخر باش ان شاء الله هادي نطيبو فيه هادي نهار مكنش مكنش البرد بزاف هنا صافيري يجينا المجمر و دخلنا للدار على حسب الضول حقا شبرا كاينا الضلمان و دخلنا للدار باش نشيو هاديك الكوبيدة و هنا هي صافيري اني جبتها و قطعتها شوية و درت لها الملح و غادي نديرها الطيب و هنا اياه بعد ما طابت الكوبيدة دايما نقلبوها من هادشها و الجيها الاخرى و ما نخليوهاش طيب بزاف باش ما تقساحش و من بعد كنديرها فوق الطابلة و نقضحها مرسويات و نزيد لها الملحة و نردها في البجمر هنا فوزية بعد ما درنا الملح اللي الردى و نشرناه حسنا نشف مزيان هنا رهات قطعه مرسويات باش تعاونني و هاد الفيديو البزاف دي الناس اللي كيتلقوني كيقول لك غزلان كيعجبوني الفيديوهات دي والك اللي كتكوني في البادية و صارحة الله الى كنشي العربية على لجالكم اكترية باش نصور لكم و باش اي حاجة درتها تشوفوها كيلي ما عندو تشي واحد في العربية يقدر يمشي عندو يبغي غير يتفرج و يشوف انا كل ما نمشي البادية هذا وعد مني نصور لكم اي حاجة درناها نصورها و نحطها لكم و هنا كما ركوا تشوفوا الكبدة مخصهاش طب بزاف يعني غير شوية تنشف و صافي لحقه شي لا طبت بزاف في الماكلة غادي تجيكم قاسحة و غادي عاد زي الطيب ما نديرو لها الردة نزيدوها و نديروها في الزفود و نردوها الطيب صافي غادي تولي حديدة و نجي صامتة ما تجيش قاع في الماكلة مل أحسن الكبدة غير حنقولو تنشف شوية و ديروها في الزفود و ثم غادي عاد يتكمل طيابها يعني تجي تطيب ثلاثة ديال المرات المرات اللولة و المرات زوجة فاش نحلوها في الوسط و نديرو الملح و المرات الثالثة باش نديروها في الزفود يعني ثلاثة ديال المرات غادي يتطيب كافية باش غادي يتطيب فيها حتى هاو جذيب العاليه الباب عن البرد ايه وصيب يا ماما الصيني ايه و درينا ديسر فتقبسي و جيب الناس ديسوا راح تلاجة سعدي بنتي راح ايه مهم الغزالة ديولي هنا يا صافي راني درت الكبدة درتها فوق المجمر درت فيها الرداء و درتها الطيب و كيما و قلت لكم ما تطيبوهاش بزاف لحقاش ركا الطيب ثلاثة ديال المرات هنا اسلام ها وجدتنا الصينية و حتدك شي كامل و هادلكو بيداركو عارفين كتشرب ايما مع برات ديال اتاي ولا اللي كيبغي مونادة ولا يشرب هال مع المونادة انا كنفضل نشربوها مع اتاي احسن مهم الغزالة ديولي كيوصل للفيديو النهاية ديالو كنبغي نقولكم شكرا بزاف على لي لايك وعلى لي كومنتر زميني اللي كاتخليولي وعلى المشاهدة ديالكم و شكرا لكم بزاف انتو مالك تشجعوني على اي حاجة زمينة كنحطها كاتخلي بلي كومنتر غزال بحالكم وهنا يا الوليدة ديالي لاي طوول اللي في عمرها راها تكون منها اتاي وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله همينتنا التعليق ديالكم زمينة باي باي ويسام شحر بالرزة با رباح